مرحبا الصف السادس الدرس الثالث النسبة المئوية والكسور العادية أهلا سهلا فيكم أعزائنا طلاب الصف السادس سوف نبدأ مع بعض درسنا لليوم سوف نحكي فيه ما يعني كلمة نسبة مئوية و شو يعني شغلة اسمها كسور العادية الكسر كلاتنا بنعرفه اللي بتكون من البسط والمقام طيب النسبة المئوية شو يعني اشي بدى يكون من مية يعني ايوة بيكون هاي الرمز طبعتها طيب عادة النسبة المئوية اللي بتكون زي هيك بيكون هي أصلها عبارة عن كسر عادي كسر عادي يعني إلو بسط وإلو مقام المقام اللي تحت داما يا بيكون يا عشرة يا مية يا ألف يا أكثر بس احنا مدامنا نحكي عن نسبة مئوية فرح نركز بس على المية بس على المقام اللي هو مية هذول الأرقام اللي بعطونا مية واللي هما ثنان ضرب خمسين يساوي مية وعشرين ضرب الخمسة مية وأربعة ضرب خمسة وعشرين والعشرة ضرب عشرة هذول كلهم بساوي مية ممتاز إذن هون النسبة المئوية بيحكينا يا سادس هو نسبة تقارن عدد بعدد آخر مئة أو ما بالعدد مية يعني عدد وده قارنه مع المية ولأنه النسبة المئوية تمثل عدد الأجزاء من مية يعني كم من مية زي هيك ما انتم شايفين هذول شو اللي مظلل منه فبالتالي يمكن مدامه زي هيك مثلا ممكن نحاوله لكسر عادي زي ما حكينا هلا مقامه مية طيب مثال هون اكتب كل من النسبة المئوية الآتية على صورة كسر عادي في أبسط صورة إذن ننتبه لسؤال بيقول لك هاي النسبة المئوية اللي شايفين هانتوا 55 بالمية شو طالب الدو كسر عادي بس شو حكينا بأبسط صورة يعني ما نظهر فيها باستخدام القسمة طبعا يلا فأولا 55 على مية هي نفسها هاي 55 على مية نقسمها على خمسة بطلع الجواب 55 قسمة خمسة ساوي 11 ومية تقسم 25 ممتاز وهي اوسط الصورة يعني اقل من هيك ما بنقدارش مفيش مشترك بناتهم طيب نفتح على صفحة 60 ونكمل ما بعض مثال اخر 6 بس بالمية كيف يعني 6 على مية 6 على مية نقسمها على 2 6 تقسم 2 تساوي 3 ومية تقسم 2 تساوي 50 طيب نكمل اسئلة تتحقق من فهمي خلينا نشوف شو بدنا نعمل الاسئلة هاي ننتقل اتحقق من فهمي الآن هاي المسألة 35 على مية بدنا نبسطها بابسط صورة 35 على مية نقسمها على خمسة 35 تقسم 5 ساوي 7 ومية تقسم 25 طيب ممتاز يعني الستة عشر هون بها الحالة الستة عشر بنحطها على مية هل ممكن في اشي مشترك ما بين الستة عشر وما بين المية اه اللي هو مية تقسم 4 تقسم 4 تمام فانتو زي هيك بتجمعوهم زي ما فرجناكوا بالبداية كل رقم قدي بتضربوه قدي بتطلع يعني زي هيك عددين مع بعض بعطينا جواب مية هدون حفظوهم مثلا هاي اربعة في خمسة وعشرين خمسة وعفظوهم بتسهل عليكم الحل طيب هون شو جواب تطلع من الزغرها Talk about how much بتصير اربعة على خمسة وعشرين طيب وهنا جواب واحد الى عشرين خمسة على مية معناها واحد على عشرين طيب هون قسمناهم وأربعة وبقطع جواب واحد على خمسة وعشرين ممتاز ايضا هيا 4 بالمية يعني اربعة عليم primero واحد على خمسة وعشرين طيب هذا الجزء اللي أعرف الجزء hayal 1 heya 6 بدنا نحولو على صورة نسبة مئوية يعني بدنا نعمل العكس يعني عمل زي هيك يعني هلأ بعطيكم كسر بدكوا تعملوها نسبة مئوية كيف بدنا نعمل هيك بدنا نضرب هون ضربناها بخمسة فثلاث ضرب خمسة وخمستاش هون عشرين ضربناها بخمسة لازم يكون الجواب مية ممتاز ليش مية اذا المرة اخرى على صورة نسبة مئوية يعني بد يكون عندي مية هيك تمام يعني اللي تحت المقام لازم يكون مية اوكي هون لغى العدد شو ما كان بتحطوه يعني بدنا العشرين هاي بدي احولها لمية لما يحكي لي سؤال حول الكسر الى صورة نسبة مئوية لازم احولها لتحت المقام الى مية ممتاز طيب اذا شو عملتي بهالحالة العشرين قدي بدها او بشو بد اضربها ضرب لتصير مية ضربناها بخمسة طب سؤال يا سادس العشرين بدي اضربها معناها بمية طيب بخمسة بس هيك لا الثلاثة كمان ننضربها بخمسة بدنا نضرب البس ومقام احسن تسارت خمستاش خمسة افترات خمستعش على مية وبالتالي معناها خمستعش النسبة مئوية بالمية ممتاز طيب نجل اللي تحت انك ممتاز وتضربها我在 اربعة تسارت خمسة وعشرين لماذا لنتك تضرب بمية لنحول بدي مقام يكون مية بدي مقام يكون مية كيف الحمسة وعشرين تصير مية كيف انك مصرر خمسة وعشرين يساوي 100 وهم كما نضربها بأربعة ويكون ناتج 64 إلى 100 على 100 ممتاز أتحقق من فهم الأسئلة زي ما أنتم شايفين هنا 13 على 20 ضربناها بخمسة طلعت جواب 65 على 100 هنا 13 على 25 ضربناها بأربعة وطلعت جواب 52 على 100 زي هيك ها إذن هنا ضربتي 25 قد أحولها 100 نضرب ضرب أربعة معناها البسط والمقام اللي فوق بدرب أربعة واللي تحت ضرب أربعة بعطينا جواب 52 على 100 وهون وهنا 7 على 10 ضربناها بعشرة لأنه 10 ضرب 10 على 100 بطلعت جواب 70 على 100 وهنا نفس الإشي واحد على أربعة بطلعت جواب النهائي 25 على 100 25% ممتاز طيب هلا بقولنا خلينا جزء الأخير من درسنا لليوم قبل ما ندخل بالتمرينات بحكي لنا عن النماذج يعني هون بقول لنا أكتب النسبة المئوية التي تمثل الجزء المضلل شايفين هذا الجزء المضلل يا سادس نعم بنعدهم كلهم هاي 2 هاي 4 هاي 6 هاي 8 هاي 10 فبالتالي المقام على 10 شو المضلل كم عددهم مضللين 8 8 8 على 10 هاي 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 الكسر العادي شو السؤال بحكيلي اكتب ايش النسبة اكتب النسبة المئوية طيب يعني معنى ذلك شو بدي بدي احول المقام هذا من 10 الى 100 لانو طالب مني مئوية يعني بدي مقام 100 يكون المقام يدي احول المئة 100 العشرة شو بدها لتصير 100 10 ضرب 10 100 ممتاز اذا فوقو تحت نضرب بمية بعشرة بعشرة بعطينا الجواب الأخير 8 على 100 8 بالمية مثال آخر هاي 9 لمضللات على 12 طيب لـ 12 بدها تتحول لـ 100 صح لـ 12 بنضربها بنضربها بنقسمها بتلات اه ليه قصمنا هل ممكن 12 أضربها بعدد بيعطيني مية لا مافي بس فعشان هيك اضطرينا نبسطها بقل لما نبسطناها نحن نعرف انه 4 ضرب 25 ساوي مية يعني اول حل بسط ثاني حل بنعمل المقام 100 اوكي وثالث اشي خلاص مدام هتحولت لـ 100 بحولها بعملها كنسبة مئوية زي هيك تمام يعني هون عندي خطوتين كتير مهم يلا نشوف التحقق تحقق من فهمي هون عنا اه ارب خمسة كم واحد مضللة خمسة مضللة سنتين من من أصل خمسة يلا شونا نعمل سنتين اه خمسة ضربناها بعشرين وهون اثنين ضربناها بعشرين عشان نصير عندي المقام 100 مية فاثنين ضرب عشرين اربعين وخمسة ضرب عشرين مية ساوي هيك اربعين اربعين بالمية هون وهون ثمانية ثنين مضللات وهذول ثمانية تكون ثنين على ثمانية جانا احنا ما في اشي نقسمة او مضربة فعطيني مية فبسطناها بسطناها بدنا نخلي المقام مية والهي اربع ضرب خمسة وعشرين سامنين يعني هاي نفس حال اللي هون بدنا نعمل خطوطين اول اشي بدأ بسط بعدين ده حول المقام الى مئة طيب نيجي الآن لمثال آخر هم بحكينا اكتبوا النسبة المئوية لعدد الزبان اللي قيموا مطعم احمد بخمسة نجوم كل من الحالات الاتية المطعم زاروا ميت شخص اربعة وثلاثين بس منهم من المية يعني قالوا انه خمسة نجوم اذا اربعة وثلاثين على مية طيب خلينا نحكي انه عشرين شخص اجوه بس تسعين بس قيموا اذا تسعة من عصل من عشرين طيب حددنا صار في نسبة ميهوية بعدنا يعني العشرين اذا تصير مية اضرب ضرب خمسة خمسة طيب نيجي لثلاثة ولا اربعة بقول لنا اذا زار المطعم مئة شخص وقيم سبعة وستين منهم المطعم بخمس نجوم سبعة وستين على مية يساوي سبعة وستين بالمية طيب واذا عشر اشخاص كلهم قيموا المطعم بخمس نجوم كلهم جميعهم جميعهم وهم عشرة عشرة على عشرة عشرة من ضربها بعشرة بعطين مية أو من ضربها بخمسة بعطين مية فبكون الجوب نهائي مية بالمية اها ممتاز طيب نيجي لأسلت التدريبات هون عنا قدر المستطاع نحاول نعطيكم الإجابات يعني هون 30% بنحولها على صورة كسر عادي وبأبسط صورة هون 30% بتصير ثلاثة على عشرة وهون 35% بتصير سبعة على عشرين هاي بأبسط صورة و24% بتصير ستة على خمسة وعشرين و58% بتكون 29 على خمسين و خمسة خمسة بالمية يعني خمسة على مية واحد على عشرين واحد على عشرين بعد التبسيط هون يعني سهلة خمسة تبسيط على مية طيب مافي التبسيط 100 بده تكون واحد جواب لأنه مية على مية واحد صح و ثنان بالمية سيكون جواب واحد على خمسين بعد التبسيط واحد على خمسين طيب طالب مني العكس ستطالب مني بدي نسبة مئوية من الكسور يعني لما يكون عندي 19 على 100 معناها 19 بالمية سهلة 17 بالعشرين بدنا نضربها هون العشرين ضربناها بخمسة لأنه بتصير مية فبتصير 17 بالعشرين ضرب خمسة مرة أخرى ممتاز أحسنتي مرة أخرى بدي نصورة نسبة مئوية شو يعني بدي مقام يكون مية يعني إذا الكسر مش موجود زي هيك على مية لازم أحول العشرين يعني المقامات اللي تحت على مية عشان أعرف أحل طيب 9 على 25 يعني هاي الـ 25 دحولها على مية بضرب شو نضرب أربعة هون ضربيا نضرب أربعة طيب 25 في أربعة بعطيكي 50 لا 25 في أربعة بعطيكي على مية أوكي فكن بطلع معاكي جواب النهاية 26 بالمية هون هون بيكون جواب 13 ضربناها بثنين وخمسين ضربناها بثنين فيطلع جواب 26 بالمية هون ثلاثة على خمسة الثلاثة ضرب الخمسة ضربناها بعشرين عشان تطلع جواب مية هون ثلاثة ضربناها بعشرين يساوي ثلاثة ضرب عشرين ستين ثلاثة ضرب عشرين مية بيكون جواب ستين بالمية هون واحد الثلاثين بيكون جواب خمسين بالمية هون ثلاثة على أربعة ضربناها بخمسة وعشرين عشان يطلع جواب مية فبيكون جواب خمسة سبعين بالمية وهون بناس الطريقة بيكون جواب خمسة بالمية طيب بولن هون اكتب نسبة المئوية للأشكال المضللة هاي هون منعيدهم سبعة على عشرة بتصير سبعين على مية بعدما نضرب بعشرة سبعين بالمية هون منعيدهم بيطلعوا تلاثة عشى عشيين بعدما نضرب بنحول لمية المقام بيصير خمسة وستين بالمية هون ثلاثة على خمسة برضو الخمسة ده أحولها لمية فبتصير ستين بالمية نيجأ لهون عندي تلاثة عشر مربع من أصل خمسة وعشرين بضرب بيضة أربعة عشان نحول المقام لمية بتصير اتنين وخمسين هون طمانطعش من أصل خمسة وعشرين 72 بالمية هون تسعة على طنعش بتصفي بالأخير خمسة وسبعين بالمية هون نكمل ستة عش ستة عش على عشرين ثمانين بالمية وهون واحد على أربعة وربناها بخمسة وعشرين تطلع جواب خمسة وعشرين بالمية وهون آخر واحدة كلها مضللة كلها مضللة ستة عش على ستة عش بطلع جواب مية بالمية طيب هون عزنا الصف سادس هاي الإجابات زي ما انتوا شايفين هتأكدوا منهم تمام هلا رح نتقل معاكم إلى كتاب التمرين بعد ما برضو فيكوا تأخذوا هون صورة للحل شايفين هاي الحل تأكدوا من حلولكم وإحنا إن شاء الله أكيد حلنا صحيح مية بالمية وهون كمان حلول بقية الأسئلة وبالنسبة لسؤال رقم أربعة وثلاثين وخمسة وثلاثين هاي هي الإجابات طيب ننتقل الآن بشكل سريعي لكتاب التمرين بدنا نفتحها لصفحة تمنتعش تمنتعش طيب وبرضو الإجابات هون زي ما انتوا شايفين هاي هم موجودة عندكم إذن الأولى واحد على عشرة تسعة على عشرين والتاني هدعش على خمسين تسعة عشر على خمسين وهونا تسعة واربين بالمية وهونا أربعة واربين بالمية وهونا تمنتعش بالمية وهونا تلاثين بالمية وهونا عشرين بالمية وهونا خمسة وسبعين بالمية وهونا تسعين بالمية وهونا خمسين بالمية طيب إذن هون بقية الأسئلة موجودة زي ما انتوا شايفينها فيكو تحطوا بوز للشاشة وتكتبوا الإجابات زي ما انتوا شايفينها وإحنا إن شاء الله إجاباتنا جميعها صحيحة شكرا لكم أعزاء أنا نراكم في الدرس رقم أربعة رح نحكي فيها عن النسبة المئوية والكسور العشرية إلى اللقاء إلى اللقاء